السلام عليكم ورحمة الله حياكم الله أن تكون أبا أو تكون أما هو أمر رائع وقد يكون أجمل النعم التي يحظى بها الإنسان ولكنه على جانب آخر يعتبر أمرا شاقا ومن أكبر التحديات في الحياة فنحن مسؤولون عن مساعدة أطفالنا والاعتناء بهم وتربيتهم وتعليمهم منذ مولدهم وخلال كل مراحل حياتهم فإننا لا نتوقف عن ممارسة دورنا كأبوين ونحرص على التأكد دائما أنهم بخير وتدفع غريزة حب الأبناء والخوف عليهم وتربيتهم وحمايتهم من العالم الخارجي إلى وجود ضغط نفسي على الوالدين يجعلهم يشعرون بالقلق الدائم والإجهاد المستمر كيف يستطيع الوالدان من الحد من الضغط النفسي لتصبح التربية أكثر متعة وأقل إجهادا نتحاور عن هذا الموضوع في حلقة اليوم من غراس تربوية والتي تحمل عنوان حتى لا تفقد عقولكم مع الأكاديمي والاستشاري التربوي والنفسي الدكتور إبراهيم بوزيداني أهلا وسهلا بكم أهلا بكم دكتور إبراهيم أهلا وسهلا ومشاهدين الأعزاء نذكركم بأننا نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة دكتور إبراهيم حتى لا تفقدوا أو تفقدوا عقولكم يعني عنوان صادم إلى حد ما هل يفقد الأبوان عقولهم إذا بدأوا بتربية أبنائهم طبعا هذا العنوان هو إشارة إلى ما قد يشعر به بعض الناس نعم يعني وهذا العنوان أصلا أنا سمعته من بعض الآباء سمعته من بعض الزملاء يعني بحكم أن الإنسان يجد صعوبة في بعض الحالات نعم في التعامل أو في موازنة أمور حياته مع تربية الأطفال مع الدقائق التي يجب عليه أن ينتبه إليها هذه المعطيات كلها قد تخلق نوع من الضغط على الأولياء وقد تجعلهم يفقدون أحصابهم في بعض الحالات تجعلهم في بعض الحالات يفكرون أو يقولون ليتني يعني هؤلاء الأطفال يختفون طبعا هذه الأشياء كلها تجول في خاطره لا يفسح بها لكن الشعور موجود الإحساس بالضغط الإحساس بالقلق الإحساس بضخامة المسؤولية وحجم الأشياء التي ينتظرها أيضا المسؤولية الشرعية المترتبة على تربية الأبناء كلها أمور تجعل الآباء والأمهات في بعض الحالات يحسون حقا أنهم تحت ضغط وأيضا الكم الهائل من المعلومات الذي قد يقرؤونه أو يسمعونه أو يجدونه خلال النقاش كلها أمور تجعلهم يحسون من أين نبدأ يسألون هذا السؤال أو يشعرون أن هذه الأمور كلها متى يكون لنا وقت أو عندنا وقت لكي نلم بها كلها ونستطيع أن نطبقها هذه الأمور، هذه المعطيات، هذه التساؤلات كلها حاولنا أن نختصرها في هذا السؤال الذي عنونا به الحلقة حتى لا يقع الإنسان في هذا الشعور حتى لا يقول الإنسان أن تربية الأبناء شيء مستحيل شيء صعب، شيء لا يمكن أن نصل إليه هذه التساؤلات، وهذه المشاعر، وهذه الأحاسيس وما ينتابها، وما يأتي بعدها من أفكار أو أفعال كلها جعلتنا نختار هذا الموضوع بهذا العنوان دكتور إبراهيم، حضرتكم تكلمتم في الحلقات السابقة من غراس بداية عن مرحلة المراهقة باعتبار بأنها المنتج شبه النهائي لتربية ثم بدأتم بمرحلة الطفولة وكذا يعني بعض الآباء الذين سمعوا لعل من فاتهم الوقت يعني كبر أبناؤهم ولم يسمعوا هذا الكلام من قبل قد يكونوا قد شعروا بهذا الضغط هل تريد الآن أن تقول لهم بأننا نستطيع بإذن الله سبحانه وتعالى أن نعوض بشكل أو بآخر عما فاتنا؟ هذه رسالة والرسالة الأخرى هي أننا نريد أن نخلق أو نجعل هذه الحلقة كواحة للإستراحة، للتأمل، للتفكر، للتدبر، لإعادة ترتيب الأوراق يعني الكثير من الكلام أثير، الكثير من المحاور أثيرت الكثير من المراحل مررنا عبرها الآن قلنا دعنا نجلس مرة أخرى نرتب أوراقنا قبل ما نبدأ أو ننطلق أو نجدد معلومات ومعطيات وفوائد أخرى فمن جهة نحن نقول أن ما تم أو ما ضاع أحسن التعبير، نقول ما ضاع من الوقت يمكن استدراكه بإذن الله تعالى وأيضا بالإضافة إلى تربية الأبناء والقيام بهذا الواجب علينا أن نحافظ على الأب ونحافظ على الأم لكي يكون لهم القدرة والاستطاع على الاستمرارية لأن في بعض الحالات إذا تأثر الأب أو الأم وأحس بهذه الضغوط فالمردود أو المنتوج أو العمل التربوي سيتأثر تماما أيضا الأم والأب يحتاجون إلى إعادة تشريج إذا صح التعبير وملء نفسهم بالطاقة من وقت لآخر فعلا نحن عندما نفكر دكتور مسألة التربية تعرض الأهل لضغط نفسي حقيقي حتى لو كنا نقوم بكل طاقتنا في هذا الأمر نجد أنفسنا مقصرين يعني لازال هناك الكثير من الأمور لا يسعفنا الوقت لأن نتممها لازال هناك بعض الأخطاء يرتكبها أبناؤنا أمامنا وتشعرنا بأننا مقصرين لازال هناك بعض التأثيرات الاجتماعية الخارجية على أبنائنا الملاحظات التي تأتي من المحيط الخارجي الطب يذهب للمدرسة يطرد من المدرسة يأتي دلالة على أن الطفل عنده مشكلة في التربية والسلوك الطفل في الشجار فهذه الملاحظات كلها التي نراها والتي نسمحها والتي تصلنا كلها تكون مصادر للضغط وبعض الحالات شعور بأننا مقصرين ومفرطين وعندنا نوع من الإشكال فيما يخص التربية فهذا كما ذكرتم أستاذ عليا يعني شعور حقيقي وقد ينتاب الكثير من الآباء طيب دكتور قبل إن شاء الله المتابعة لدينا مشاركة يقول الله تبارك وتعالى في سورة آل عمران يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ويقول سبحانه عز وجل في سورة التغاب فاتقوا الله ما استطعتم كيف نوفق بين هاتين الآيتين الكريمتين نقل الحسن البصري وبعض المفسرين أن الصحابة الكرام رضوان الله عليهم لما نزل قوله تعالى اتقوا الله حق تقاته شق ذلك عليهم وثقل فجاء التخفيف في قوله عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم لكن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما وجمهور المفسرين يقولون بأنه لا نسخهنا بل إن الآية الثانية جاءت مبينة وموضحة وشارحة للآية الأولى فاتقوا الله حق تقاته لا تعني اتقوا الله فيما لا تقدرون عليه وفيما لا تستطيعونه لأنه لا تكليف بما لا يطاق وإنما المقصود استيعاب التقوى فيما تقدرون عليه فقوله سبحانه عز وجل فاتقوا الله ما استطعتم جاءت التقوى هنا مقرونة بالاستطاعة لأنه كما قال الله عز وجل في سورة البقرة لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بل إن من تقوى الله حق تقاته أن يعرف الإنسان الاستطاعة ومن تقوى الله سبحانه عز وجل أن لا يكلف الإنسان نفسه فوق طاقتها لأن تكليف النفس فوق طاقتها هو خلاف التقوى وهذا الذي بيّنه ووضحه النبي صلى الله عليه وسلم لأولئك الثلاثة الذين جاءوا إلى بيته عليه الصلاة والسلام وسألوا عن عبادته حينما أخبروا بأنه عليه الصلاة والسلام يقوم وينام يصوم ويفطر يتزوج النساء قالوا أين نحن من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فكأنهم تقالوها وقال أحدهم أما أنا فأقوم ولا أنام وقال الثاني أما أنا فأصوم ولا أفطر وقال الثالث أما أنا فلا أتزوج النساء فسمع النبي صلى الله عليه وسلم بمقالتهم فقال عليه الصلاة والسلام أما إني أتقاكم لله وأخشاكم له لكني أقوم وأنام أصوم وأفطر أتزوج النساء هاته سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني فتكليف النفس فوق طاقتها ليس من تقوى الله سبحانه عز وجل وتكليف الأهل الزوجة والأولاد فوق طاقتهم ليس من تقوى الله سبحانه عز وجل نشكر جزيلا شكر الشيخ والداعية محمد بالعالية على هذه المشاركة المباركة دكتور إبراهيم ما بين التقوى ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها ما تعليقكم حقيقة يعني ما ذكره الأستاذ يمكن أن يكون مدخلا إلى نقاط هامة متعلقة بموضوعنا نعم عندما نتكلم عن المتاعب أو التحديات أو الضغوط التي يواجهها الآباء في تربية أبنائهم نتذكر مبدآن أو قاعدتان أساسيتان يمكن أن تكونان منطلق لتربية الآباء لأبنائهم أو لتعامل الآباء والمربين مع الأطفال القاعدة الأولى هي قول الله سبحانه وتعالى والآية التي ذكرها الأستاذ يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصبحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم فهذه الآية فيها مبدأ أساسي وعظيم له علاقة بحلقتنا وله علاقة أيضا بتربية الأبناء اتقوا الله ما استطعتم هذه الآية البعض يراها من جانب واحد وهو تقوى الله بمفهومها العام لكن هذه الآية ذكرها الله سبحانه وتعالى في صدد الحديث عن تربية الأبناء والتعامل معهم فذكر أن يتقي الإنسان الله سبحانه وتعالى ما استطاع في تعامله مع الأطفال بمعنى أنك أيها الإنسان عليك أن تتقي الله قدر الإمكان في تربيتك لأولادك لماذا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها فعليك أن تتقي الله ما استطعت لكي تخرج من الإثم هذه الآية دعنا نتأمل فيها لأن فيها الكثير من المعاني التربوية والتي فيها فائدة عظيمة أولا ذكر أن من الأزواج والأبناء عدو وهنا القرآن لا يتكلم عن الجنس جنس الطفل أو الأهل وإنما ذكر السلوك وهنا من أزواجكم قد يكون الزكر وقد يكون أنثة قد تكون الأم وقد يكون الأب قد يكون الأب عدوا في سلوكه لأبنائه وزوجته وقد يكون الحكس وفي القرآن الكريم ذكرت هذه الأمور فعلى سبيل المثال نجد أن الخذر عندما كان مع موسى قتل طفلا أو غلاما لماذا؟ لأنه كان قد يكون يعني في المستقبل سيكون عبءا على والديهم فخشين أن يرهيقهما طغيانا وكفرا فقد يكون في بعض الحالات الأطفال الإرهاق ويتصرفون بتصرفات قد تسبب الهلاك يعني عندما نقول عدو العدو يسبب الهلاك فإذن هذا الأمر جعل هذه الآية الكريمة تذكرنا بماذا؟ لأنه قد يكون هناك نوع من الضغط نوع من المشاكل فأمرنا الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بأن نحفو ونصفح ونغفر بمعنى أننا نتجاوز على هذه الأخطاء وننظر إليها بنظرة يعني لا نقف عند كل تفصيل في هذا القسم الأول القسم الثاني من الآية إنما أموالكم وأولادكم فتنة الأول عداوة العداوة قد يتسبب فيها أو تتسبب في ذاية الفتنة هي عبارة عن ابتلاء أو امتحان فقد يكون أبناؤنا في بعض الحانات فتنة لنا ليرانا كيف نتصرف الله سبحانه وتعالى ويرى كيف يمكننا أن نتعامل مع الأحداث هذه الآية يقول بعض العلماء أنها نزلت في رجل من مكة كان ينوي الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقف أبناؤه وبناته وزوجاته ويقول له تذهب وتتركنا ولماذا ومن لنا وكذا ففتنوه عن الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنظر قصة أخرى يعني يذكرها أحد الدعاة وهي قصة واقعية حكاية بنت هذه البنت كانت باكورة الأسرة فكان الوالد يأخذها من بين زميلاتها إلى المدرسة القرآنية بعد نهاية الدوام البنت صغيرة تريد تذهب تلعب فهي تقول لوالدها يا أبتي لماذا بقية البنات يلعبن ويستمتعن بوقتهم وأنا أذهب لمواصلة الدراسة ومواصلة قراءة القرآن ويكون لي مشقة وكذا فالأب كان يحس بألم فتنة الآن هل يعجل بالراحة النفسية الآنية والسعادة الآنية للبنت أم يصبر ويربط على قلبه ويغلق قلبه لكي لا يسمحاته الكلمات من طرف ابنته ويأخذها للمسجد لتتعلم كتاب الله صبر الأب وداوم على أخذها إلى المدرسة القرآنية حتى أكملت كتاب الله سبحانه وتعالى ثم ماذا حدث عندما بلغت مرحلة الثانوية جلس معها الوالد ويسألها يا بنيتي أتذكرين اليوم الذي قلت لي كذا وكذا وكذا انظري إلى زميناتك هم في نفس سنك وتعيشون نفس المرحلة لكنك حاملة لكتاب الله بفضل صبرك وهنا خاويات من هذا فإذا هذه الفتنة التي يتعرض له الآباء كل يوم يبكي الطفل فيعطيه صحيح يريد أن أخذه لشيء يتعلمه فيعترض الطفل فيقدم السعادة الآنية ويضيع عليه فرصة عظيمة في المستقبل فإذا إنما أموالكم وأولادكم فتنة فإذا علينا في هذه الأحوال كلها ماذا؟ أن نتقي الله ما استطعنا في تربية الأطفال في الأمور التي تنفعهم نعم وأن نسعى إلى تأديبهم وتعليمهم ما استطعنا وهنا كلمة الاستطاعة لها معناً عظيم يجب كما ذكر الشيخ أن يقف عندها لا نقول مثلاً الآن عندنا مثلاً حلقة أو برنامج يتكلم على تربية الأطفال أنت أو أنت أيها الأم ما عندك استطاعة معرفية لأن الاستطاعة ثلاث أقسام استطاعة جسدية استطاعة معرفية واستطاعة روحية نعم فإذا قد تكون غير قادر أو غير مستطيع معرفياً أن تتعلم أداب ووسائل التربية نعم فالآن هذه الحلقة أو كتاب الكتب التربية سيعوض لك هذا النقص فهل قرأته وهل استمعت إليه فلا تقول لا أستطيع لأنك تجنبت يعني نقول لا نستطيع أو الاستطاعة تكون بعد السعي تمام بعد الأخذ بالأسباب فهذا هو الأمر فأنت لكي عند يوم القيامة عند لقاء الله تقول سبحانه وتعالى ربنا لا تؤاخذنا يعني لا تحملنا ما لا طاقة لنبيه الله سبحانه وتعالى هنا يعني وفرت لك الأشياء لكن هذا الكسل هذه الرغبة في عدم الاستماع في التجنب هي التي جعلتك غير مستطيع على أداء هذا الأمر ولو صبرت وجهدت نفسك قليلاً لتعلمت شيئاً جديد ولا انطلقت تماماً هذه القاعدة الأولى القاعدة الثانية القاعدة الأولى اتقوا الله ما استطعتم لا يكلف الله تماماً القاعدة الثانية وردت في حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث يمكن اعتباره أساساً تربوياً عظيماً رغم أن الحديث ورد في مسرد أو قاعدة يعني فقهية أو شرعية عامة لكنها تحتوي أيضاً الجانب تربوياً يقول يعني في قسمنا الحديث عذرة فإذا نهيتكم عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم عن الحج نعم فقال لهم يعني من كان قادراً فليحج فسأله أحد الناس في كل سنة يا رسول الله النبي صلى الله عليه وسلم لم يجيب فسأله الرجل ثلاث مرات فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه فقال إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بأمر فاتوا منه ما استطعتم هنا قاعدة ذهبية في التربية في التربية يوجد أمران أو يوجد مصاران النواهي والواجبات أيها المشاهد أيها الأم أيها الأب أي محظور تربوي يسبب أذن نفسي أو أذن جسدي أو أذن معرفي يجب عليك قولاً واحداً اجتنابه لكن المحاسن أو المعروف تأتي منه ما استطعت جميعاً أو في الجسد لا نقاش فيه اجتنبه قولاً واحداً لكن الأمور الخيرة الطيبة الأخلاق الأفعال الحسنة المعارف حفظ كتاب الله كلها عليك أن تؤتي منها أو تعلم أبنائك منها ما استطعت ما استطعت يعني لنقول إزالة الضرر هذا قولاً واحداً تماماً من المهندس الأستاذ عبدالله السباعي مؤسس ومدير البيت الحمصي أهلاً وسهلاً بكم أستاذ عبدالله أهلاً وسهلاً ومرحباً أهلاً بكم أتحية طيبة للأستاذ إبراهيم بزيداني تكтор Іبراهيم حيَيَاكم الله الله يحييك أهلاً وسهلاً بكم مرحباً مرحباً بكم تفضل أستاذ عبدالله كلنا آذان صاغية الله يكرمكم ما نعلمت أن الموضوع في خضم بر الوالدين فأقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد معلم الناس الخير أحييكم بتحية الإسلام أن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال تعالى وقضى ربك ألا تعبده إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما صدق الله العظيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف الذي رواه الترمذي الوالد أوسط أحوال الجنة فإن شئت فأضع ذلك الباب أو احفظه أو ما قال الله عليه وسلم ومن أجمل ما سمعت من الشعر في بر والدين قصيدة للمعندس حسين استيمان العبد الله حفظه الله منها أبيات يا قل لديك أب أعملت طاعته لا تنتظر إن صرت أتى أبا فالبر قرطم إذا أقرطته لأب يكفيكه ولد والبر ما ذهب لا تنتظر موته صلف الحياة أبا لا ينفع الدمع فوق القبر إن سكب هذا وقد أتينا وصية رب العزة عز وجل ووصية الرسول صلى الله عليه وسلم ووصية البشر الذين هم ألسنة الحق فيا أيها الشاب يا أيها الولد يا أيها الفتاة إن كان لك أبوين فاكسب برهما بالإحسان إليهما وطاعتهما والتذلل لحضرتهما فهذا مخبأ لكم عند رب العزة عز وجل وسيمنحكم إياه الأولاد ببرهم وطاعتهم ورعايتهم نعم كما أوصي من فقد والده وأو والديه أن لا ينسى إقامة الدعاء لهما في كل حين وفي كل صلاة وفي كل مناسبة وأن لا ينسى بر أرحمهما وأصدقائهما فكل ذلك يصل إليهما في العالم الذي هم فيه فهذه العوالم كلها متصلة متواصلة بقدرة الله عز وجل أنا شخصيا خرجت من حمصة من بلدي ووالدي كان قيد الحياة وفقدتهما في غربتي هنا ولو كنت أعلم أنني سأفقدهما في هذه الغربة لغسلت عن رجليهما وأخذت وضوءهما عطرا لي والحمد لله على كل حال يرضيه فالخير موصول في ديننا في دين الله عز وجل الدين الحنيف ببر أصدقائهما بإنفاذ عهدهما بالدعاء لهما بالصدقة على روحهما والبر لا يبلأ والديان لا يموت كما تدين الدان وصلى الله وسلم على سيدنا محمد معلم الناس الخير ذلك النبي الذي علمنا ما يصدح شأننا ما يصدح شؤوننا منذ ولادتنا حتى أن نصل جنة ربنا عز وجل والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نشكركم جزيلا شكري على هذه المداخلة ورحمة الله والديكم ووالدة يعني آباء كل المستمعين الذين فقدوا والديهم دكتور إبراهيم يعني هذه الضغوط النفسية التي يتعرض إليها الأبناء كم يجب على الأبناء فعلا أن يبروا آباءهم الذين يصلفون كل هذه الطاقة وكل هذا القلق وكل هذا الأرق من أجلهم هذا كلام المهندس عبد الله السباعي نساء الله يحفظه ويبارك فيه وعلى الكلام الذي ذكره هو اختصر لنا ما صار طويل الآن الدكتور جزيلا الله خيرين يتكلم بلسان الإبن البار نعم صحيح هذه رسالة لكل أب تمسح على قلبه وتعلم أن جهده بإذن الله سبحانه وتعالى في التربية والتنشئة سيجعل من الأبناء من سيدعو له بالخير نعم صحيح هذا الأمر قد يجعل في قلب الوالد نوعا من الصبر ومن السلوى ومن الاحتساب صحيح يحس أنه في يوم من الأيام عندما ينتقل إلى ربه سبحانه وتعالى سيجد ذلك الإبن الصالح الذي يدعو له وولد صالح يدعو له وهذا أمر لا يمكن أن نتجاهله وأشكر مرة أخرى المهندس عبد الله السباعي على هذه المداخلة القيمة التي جعل فيها إنارة على موضوع قد يجعل الأباء يحسون صح بقيمة ما يقومون به فعلا يعني سبحان الله ما بين أن نكون أبناء وآباء يعني نلعب الدورين أيضا في هذه الحياة ففعلا يعني نحن بين مسؤوليتين وهمتين الله يقدرنا إن شاء الله وكل المشاهدين على أداء واجباتنا تجاه أبائنا وأبنائنا نخرج دكتور إبراهيم ومشاهدين الأعزاء إلى فاصل ثم بإذن الله نواصل أيا كان نوع هاتفك وأيا كان التطبيق الذي تستخدمه واتس أب سكايب تيليجرام أو غيرها من التطبيقات تستطيع أن تتواصل معنا في جميع برامجنا صوطا وصورة عبر أرقام هواتفنا التالية قاف التفاعلية تواصل على مدار الساعة بنقرة واحدة سنكون أمام عينيك تابع بثنا المباشر وما فاتك من برامجنا وعلى مدار الساعة من خلال قناتنا على يوتيوب وعبر موقعنا الإلكتروني www.caf.tv قاف التفاعلية بنقرة واحدة قلب سليم وقول حسن وقول حسن نحن معك في منزلك في مكتبك وخلال تنقلاتك اليومية وحتى في سفرك نحن معك حمل تطبيق قاف التفاعلية على جوالك بنظامي iOS وأندرويد وتابعنا أينما كنت قاف التفاعلية معك أينما كنت عدنا معكم مشاهدين الأعزاء في هذه الحلقة من غراس تربوية بعنوان حتى لا تفقدوا عقولكم مع الأكاديمي والاستشاري التربوي والأسري الدكتور والنفسي الدكتور إبراهيم بوزيداني نذكركم بأننا نستقبل اتصالاتكم وأسئلتكم على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة دكتور إبراهيم لننطلق إلى الخطوات العملية في موضوع استنزاف الآباء لطاقتهم الجسدية والعقلية والروحية في تربية أبنائهم ما هي الخطوات العملية أو الأساليب والوسائل التي ممكن أن يتخذوها ليشعروا براحة الماء صحيح الآن ذكرنا القاعدتان الأساسيتان نعم التي وردت في قبل الله سبحانه وتعالى فاتقوا الله ما استطعتم وأيضا التي جاءت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأمور المنهية عنها أن يجتنبها الإنسان والأمور الطيبة يأتي منها ما استطاع فإذن هذان هم النبرصان الأساسيان في الحركة نعم يوجد الكثير من التقنيات ذكرها العلماء أو من الأفكار التي ذكرها العلماء التي تجعل عملية التربية ومفهومنا لعملية التربية نعم متزل وبالتالي يجنبنا عملية أو الوقوع في الضغط نعم هذه التقنيات أولا الاحتساب ثانيا الدعاء والأكل الحلال والعمل الصالح نعم ثالثا إراحة العقل والقلب نعم رابعا عندنا مسألة أنك تتذكر أن في البيت شريكا يعيش معك خامسا تذكر أنك إنسان لك واجبات وحقوق أيضا الإنسان يتذكر أن القواعد التربوية ليست قرآنا وإنما يمكن تعديلها وترتيبها نعم أيضا على الأولياء أن لا يستمعوا أو لا يتبعوا دائما النصائح التي يسمعونها أيضا على الإنسان أن لا يفعل كل شيء من أجل أطفاله حتى يصبح يعني كأنه يصنع إنسان خارق وأيضا عليه أن يدرك أن الكمال لله سبحانه وتعالى سيضع النقص هذه مجموعة أسس جميل يمكن أن نمر عليها يعني ونتحدث عنها بالتفسير جميل جدا قبل البدء بها دكتور إبراهيم لدينا مشاركة عبر السوشال ميديا من الأخت ياسمين نصاف تقول فيها الأخت ياسمين وكل طفل هو حالة خاصة ولذلك لا يمكن تطبيق نظرية تربوية واحدة أو حتى عدة نظريات أو نعامل الأطفال بنفس الأسلوب التربوي والأمهات والآباء هم أقرب الناس إلى أبنائهم ولذلك هم أولى الناس بمعرفة نفسية أبنائهم وما يصلح لهم من أسليب وما ينقصهم من مهارات وما نتعلمه في علوم التربية وعلم النفس والعلوم الأخرى ما هي إلا نظريات ينبغي تكييفها بالنظر إلى واقعنا نحن والغاية هي تربية الطفل فهو محور العملية التربوية والتعليمية وينبغي معرفة مهارات الطفل الفعلية وقدراته ومواهبه فنسعى إلى تنميتها تعليقكم دكتور إبراهيم هذه واحدة من النقاط التي أشرنا إليها قبل قليل وهي أن النصائح أو القواعد التربوية ليست قرآنا ثابتا لا يمكن التعامل معه ويجب أن يطبق بحذافيره دون زيادة أو نقص القواعد التربوية تختلف ما يصلح لابنك قد لا يصلح لابن جارك ما نجح مع فلان لا يمكن أن ينجح مع الله فبالتالي دائما عندما نأخذ النصائح ونستمع إليها دائما نرى إلى الخصائص التي تمتع به هذا الطفل إلى آخر فما بالك إذا كانت القواعد من بيئة إلى أخرى يعني من ثقافة إلى أخرى أو من بلد إلى آخر تماما يوجد أشياء يشترك فيها كل البشر لكن يوجد أيضا الكثير من الأشياء التي يختلفها البشر يعني تحتاج إلى حكمة تحتاج إلى بوع النظر هذا هو الأساس وحسن اختيار تماما طيب دكتور إبراهيم لننتقل لما كنا نتكلم به يعني أول ما ذكرتم بأن على الأبوين أن يأخذها بعين الاعتبار الاحتساب في تربياتهما لأبنائهما تماما الأمر الأساسي في عملية التربية والذي يجعل الضغوط النفسية ويجعل الأرق والخوف ينزل إلى أدنى مستوياته هو مسألة الاحتساب وهو مبدأ الأمر كله الاحتساب هي أنك تفعل شيء وتنتظر الأجر من الله سبحانه وتعالى نعم فالآن بعدما اتقيت الله ما استطعت في تعليم أبنائك في تعلمك ما يجب عليك أن تتعلمه للتعامل مع أبنائك في الحكم وفي القواعد التربوية الآن تقول يا رب اللهم إني أفعل هذا الأمر أربي ابني ليكون مسلما صالحا يخدم دينه ويخدم خلق الله سبحانه وتعالى ويزيد الخير في هذه الأرض فأنت ماذا تعمل هذا العمل وتنتظر الأجر والثواب من عند الله سبحانه وتعالى فهذا الأمر يجعلك ماذا تحس بالراحة انظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم ما من مسلم يعني أصابه فيما قال فيما يعني فيما جاء في حديث رسول الله يصيبه وصب أو نصب ما يصيب المؤمنة ما يصيب المؤمنة من وصب ولا نصب ولا هم ولا غم ولا أذى ولا حزن حتى الشوكة يشاكها يكفر أو يغفر الله صلى الله عليه وسلم في اليصاب الطفل تعلمه ثم يخطئ فتصاب بالحزن نعم صحيح تصاب بالهم والغم صحيح على ما يحدث لابنك يعني تفكر في أمره تقلق على مستقبله هذه الأمور كلها تذكر أنك مثاب عليها أنها كفارة لك أنت جالس في بيتك في سريرك جالس في مقعد تفكر في أمر ابنك والله سبحانه وتعالى يأجرك فأصبح ابنك بهذه النقطة أو بهذا الأمر مصدر لكفارات نعم يعني للخطايا التي تقع فيها يعني يصبح ابنك مصدر وباب من أبواب ربح الخيرات والحسنات نعم فالاحتساب من أول الأمور التي يجب على الإنسان أن يضعها في خلده ومشكلتنا هي أن الإنسان يغيب نية الاحتساب في تربية الأبناء نعم فلهذا يجب على الآباء أن يستحضروا نية التعبد في تربية أبناء جميل جدا فتصبح أنت جالس تفكر في مصلحة ابنك في أي مدرسة يدرس في أي أمر تشتريه له وأنت تثاب عليها ما شاء الله بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وبهذا الحديث الصحيح الوارد في صحيح البخاري ما أكرم ربي سبحان الله سبحان الله فإذا هذا أول أمر أو أول مدخل أو أول قاعدة يجب أن يستحضرها الأب أو الأم في تربيتها لأبنائها جميل جدا ننتقل إلى القاعدة الثانية أن يريح الأب أو الأم عقله ونفسه أنا أريد أن أربط القاعدة الأولى الاحتساب بقاعدة ثانية تليها في الترتيب وهي الدعاء جميل والأكل الحلال والعمل الصالح تماما أولا الدعاء هو أمر يريح عندما تذهب في الصلاة وأنت ساجد بين يدي ربك وتدعو وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرم أبنائك وأن يوفقك لتربيتهم وتنشيئتهم هذه العبادة ما تطلب منك شيء فقط أنت تشكو تعبك إلى الله وترجو منه العود الدكتور لا ننسى بأن الله سبحانه وتعالى هو الرب من التربية تماما فعندما نقول يا ربي ربي لأبنائي سبحان الله يعني الله يتولاه آمن هذا هو وبعنايته حتى الحديث الذي جاء أو يعني بعضهم يضعف ويقول أدبني ربي فأحسن تأذيب جميل نعم صحيح فيطبو الطفل تحت عين الله سبحانه وتعالى أيضا الأكل الحلال أيها الأب وأيتها الأم لا تطعم ابنك أو ابنتك إلا حلال فإن الطعام الحلال سينتج أبناء صالحين وأيضا العمل الصالح وهو أمر مثبت في القرآن الكريم حيث أن الله حفظ الأطفال من خلال ماذا؟ من خلال العمل الصالح الذي كان يعمل هو أبا أوسا جميل يعني هنا نتذكر قصة مريم عليها السلام عندما قالت ربي إني نذرت لك والدتها يعني نعم إني نذرت لك ما في بطني محررا تمام الاعتساب والتطويل سبحان الله يعني لما نحن نسلم أولادنا لله سبحانه وتعالى بعد الأخذ بالأسباب وبعد تقوى الله سبحانه وتعالى وبعد الحلال والعمل الصالح وكذا فالله سبحانه وتعالى لن يخذ لهم موفق سبحانه وتعالى سبحان الله ذكرتم الكثير من العناوين المهمة دكتور إبراهيم بوزيداني سوف نختار منها البعض على سبيل المثال تذكر أنك إنسان تماما يعني بعض الآباء ينسى نفسه فيحرق أعصابه ويحرق يعني طاقته وقدرته النفسية من أجل يعني تربية الأبناء لا نقول أنه يرغي لكن عليه أن يتذكر أن عليه أو له حقوق أيضا على نفسه تماما يعني لا يكون لا يقع في مسألة الفتنة إنما أموالكم وأولادكم فتنة فيصبح يضيع صلاته من أجل جمع المال يصبح يضيع يعني صلاة الفجر لأنه فعلى الآباء أيضا أن يتذكروا أن لهم حقوق على أنفسهم ولنفسك عليك حق تماما فإذا الاحتناء بالنفس الذهب إلى تمانين الرياضة الخروج في رحلة الجلوس مع الزملاء لتجديد الطاقة من الأمور المطلوبة أيضا لماذا؟ لكي تؤدي أمر التربية بطريقة احترافية وطريقة مضبوطة نأخذ رسالة الحلقة دكتور إبراهيم بو زيداني لو سمحتم تحت عنوان الكمال لله سبحانه وتعالى الكمال لله يعني مهما بذلت أيها الإنسان ومهما سعيت ومهما عملت في الأخير ستجد أن الأمر لا يبلغ منتهاه ولا يبلغ المطمح الذي كنت تريده لماذا؟ لأن الكمال لله مهما بذلت في تربية أبنائك لن يكون إلا ما أراد الله سبحانه وتعالى المطلوب من الآباء والأمهات هو بذل الأسباب والسعي والدعاء والتوفيق من الله سبحانه وتعالى فالحكم ومقدرات ومنتهيات الأمور كلها عند الله سبحانه وتعالى ونحن مخاطبون بالسعي والعمل والاجتهاد والتوفيق من الله سبحانه وتعالى شازاكم الله خيرا دكتور إبراهيم نأخذ وإياكم مشاهدين رسالة حياة هذه الآية الكريمة فاتقوا الله ما استطعتم تبين لنا وتوضح لنا قاعدة مهمة في التربية وفي التعامل مع النفس وفي التعامل مع الأهل وفي التعامل مع الأولاد أن ينظر الإنسان إلى الاستطاعة وإلى القدرة وسبحان الله ننظر إلى العبادات التي فرضت علينا كلها نجد أن الله سبحانه عز وجل يأمرنا بما نستطيع يأمرنا بما نقدر عليه ولم يأمرنا المولى سبحانه عز وجل بشيء فوق طاقتنا إذن في قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم وقوله عز وجل اتقوا الله حق تقاته أن تتق الله عز وجل حق تقاته فيما تقدر عليه وفيما تستطيعه وفيما كلفك الله عز وجل لأن الله عز وجل لم يكلفنا بشيء فوق طاقتنا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته نشكره مجددا الشيخ الداعية محمد بالعالية ننتقل معكم دكتور إبراهيم إلى تقنية تعديل السلوك لهذه الحلقة نعم تقنية تعديل السلوك لهذه الحلقة تتعلق بصناعة القرار لعبة صناعة القرار والتخطيط أو القرار المسبق هي من الآليات المعرفية التي تجمع بين المتعة وصناعة جوانب أو بناء جوانب شخصية الطفل نعم لعبة القرار المسبق هذه لها هدف أساسي وهو تعليم الطفل أو المراهخ يعني تحديدا فكرة التفكير والتخطيط جميل كيف يمكنه أن يفكر في مستقبله أن يفكر في رسم برامجه وأن يخطط لهذه الفكرة وعادة هذه التقنية تقنية لعبة القرار المسبق تكون للأطفال في سن المراهقة المبكرة نحدد العمر بذلك يعني تقريبا من 11-12 سنة حتى الثمانية عشر سنة هذا العمر كيف يمكن أن تطبق هذه التقنية ما هي الأساليب التي يمكن أو الأشياء التي يمكن الاعتماد عليها أولا الأشياء بسيطة يكون عندك قلم مفكرة عندك أيضا يعني سيناريو يمكن أن تبنيه للطفل نعم يأتي الطفل تجلس معه تعطيله المفكرة تعطيله القلم ثم تعطيله تصور سيناريو مستقبلي بني أنت الآن تريد أن تختار مهنة في المستقبل ما هي هذه المهنة وما هي الأشياء التي تحتاجها لتصل إلى هذه المهنة وما هي العقبات التي يمكن أن تعترضك في الطريق الطفل ماذا؟ يبدأ يرسم في السيناريو يكتب الأفكار التي جاءت في ذهني أنا أريد أن أصبح مثلا معلما نعم تمام حتى أصبح معلما أحتاج أن يكون عندي هذه المؤهلات نعم أحتاج أن أدرس هذا التخصص وكذا بعدما يعمل كل هذه الأشياء أيضا يكتب الإشكاليات التي يمكن أن تحتار رضاهم هنا تأتي مرحلة الرسم معالم النهاية لهذه التقنية يجلس الأب مع الإبن يبدأ في نقاشه فيما كتبه تمام اخترت معلم لماذا اخترت معلم؟ والله المعلم لأنه فيه كذا وكذا وكذا يبدأ الطفل يبرر ويعلم تمام ما هي الأشياء التي تحتاجها لتكون معلما أحتاج مثلا فصحة اللغة أحتاج أيضا أن أكون مثابر أحتاج تمام فيصبح ماذا؟ الطفل يفكر في ما يحتاجه ما هو الطريق الذي يسير عليه ما هي الخطط التي يجب أن يرسمها فيتعلم الطفل التخطيط والتفكير تمام ويصحح يعني طبعا هذا الأمر قد يفشل قد لا يكون صحيحا فنقاش الأب مع الإبن الإظهار نقاط الضحف ونقاط القوة المقصد طبعا من كل هذا الأمر ليس فكرة الطفل في ذاتها وليس ما يريد أن يفعله الطفل في ذاته وإنما الذي يهمنا هو الآلية كيف يمكن للطفل أن يبني فكرة ويخطط لإنجازها ولو بالقلم والورقة نعم قد يكون الهدف قريب يعني ليس بالضرورة أن يكون هدفا عظيما في المستقبل يعني مثلا على سبيل المثال لنقول بأنه ولد أصغر من المراهقة لنفترض ممكن تنجح مع طفل في عمر ثماني سنوات يريد أن يشتري سيارة فمثلا نقول له لتشتري مثلا عليك أن تخبئ قدرا من مصوفك ممكن ينجح مع عمر أصغر يمكن حتى اللعبة يعني لعبة أي شيء بسيط يعني الآن عندما نتكلم عن الهدف شيء مستقبلي كما ذكرنا نحن فكرةنا تتعلق بكيف يخطط وكيف يفكر تمام فأنت مثلا تريد تشتري له لعبة أي لعبة تشتريها أنا أشتري لعبة كذا يعني سيارة ما هو لونها لماذا اخترت هذا اللون كيف يمكن أن تشتريها كم عندك من المال الآن فتعلمه التحليل والتخطيط والتفكير للإنجاز وحتى أنه كيف يأخذ بالأسباب يعني ما هي الأمور التي عليه القيام بها ليصل إلى الهدف أنا النقطة التي ربما دائما أحب أن أشير إليها في هذه التقنية أو غيرها من التقنيات السابقة هو السلوك في ذاته التقنيات هي عبارة عن تدريب للفكر وتدريب للمهارات والكفاءات الموجودة عند الطفل جميل فبقدر ما يصبح الطفل مؤهلا للتفكير والتركيب والتخطيط فهذه في حد ذاتها مهارات يشجع الطفل على اكتسابها فإذن يجب أن نحول أي حدث بسيط أي أمر يظهر بسيط نحاول أن نجعله تقنية من التقنيات التي يمكن أن يستفاد بنا وهذه التقنية أيضا من الأمور التي تجمع بين المتعة وتجمع أيضا بين تنمية المهارات والكفاءات التفكير جميل جدا هنا أهمية التحليل دكتور إبراهيم لما تقولون هناك تحليل وتعليق على السيناريو والقرارات يعني أن نحول الأمور العقلية والمنطقية لدى الولاد إلى سلوك لاحقا كم من المهم أن يزرع الأباء في شخصية أبنائهم هذه المهارة؟ يعني الآن التحليل والتعليق وحده هاتان مهارتان مختلفتان صحيح فالآن أنت عندما تعلق أو تحلل الفكرة ما هي الأمور التي يجب أن تكون موجودة ما هي الأشياء التي يجب أن اجتنبها فأنت تعطي للطفل قدرة على التأمل في الأحداث ويفهم أن الأمر ليس كتلة واحدة شراء سيارة مثلا أو الالتحاق بجامعة ليس حدثا مجتمعا وإنما يحتوي على مجموعة حركات جميل جدا وهذا أمر يجعل الإنسان يفكر دائما بعمق في المسائل أيضا التحليق على مثلا أنت تفعل هذا لماذا؟ هذا يستفز الفكر عند الطفل يستفز القدرة الإبداعية عنده يستفز البعد التفكيري عنده أنت الآن دائما تفكر في سيناريو لكن الأسئلة هي التي تجعلك تفكر في المخاطر التي يمكن أن تلقاها جميل فهذا الأمر يطور عندك حس النصيحة والإرشاد والاستشارة ويجعلك تنظر إلى المسائل من زوايا مختلفة جميل طيب دكتور لنقول بأننا في هذه المرحلة بالتعليق هل على الأهل أن يتدخلوا في التعليق يعني يصوبوه أم يتركوا الولد على ما يفكر به يعني يتركوه براحته التعليق لا نقصد به يعني الذكر أن هذا الأمر صحيح أو خطأ أو هذا جميل وإنما هو عبارة عن إشكاليات أو أسئلة تطرح نعم يعني أنت اخترت هذا التخصص هل عندك ركيزة هل تشورت مع زميلك هل تأثرت بمعلمك فأنت فقط تستفز فكره تطرح الأسئلة نعم ليس تعليقك ليس أنك تقول يعني هذا هذه الوظيفة وظيفة فاشلة ولا يمكن أو كذا وإنما التعليق يكمن في استفزاز الفكر عند الطفل وجعله يجد إجابات عن قرارات اتخاذها فإذا نركز على أمرين القرار والطريقة التي بني بها القرار والتخطيط لإنجاز القرار الذي فعله جميل دكتور طيب لنقل حضرتكم يعني عندما وضعتم الهدف قلتم بأننا نريد أن نحلل فكرة أو نصل إلى هدف معين طيب ما هو الوصول إلى الهدف بحد ذاته يعني قد يضع الأهل أمام إشكالية تحديد الأهداف لأولادهم يعني هل يكون الآباء مسبقا أصلا يعني وضعوا تصورا لأبنائهم يريدونهم أن يصلوا إليه أم يكتشفوا أهداف أولادهم من خلالها لا هو يعني لا يركز على الهدف في حد ذاته وإنما دائما الأهداف لأنها تتغير بالمعطيات تتغير بالأحداث تتغير بمراحل العمر الطفل إنما الذي يركز عليه هو كيف يمكنه أن يبني الهدف كيف يخطط للهدف هذه المهارات المهارات هي عبارة عن أمور ثابتة لكن الأهداف ومنتجات هذه الأفكار وهذا التخطيط هي أمور متغيرة فإذن يركز الآباء على تعليم تقنيات ومهارات جميل القرارات لا يلتفتون إليها كثيرا لماذا؟ لأنه قد يفتح الأب نقاش في قرار قد يكون ولا يكون ويضيع الأصل اللي هو التقنية كيف بني القرار وكيف يخطط له هنا أهمية هذه التقنيات دكتور إبراهيم نحن عندما نطبق هذه التقنية على أبنائنا نريد أن نراهم غدا في المرحلة التي نريد أن نراهم فيها إلى أي مدى علينا أن نكون صابورين وبعيد النظر في هذا الأمر يعني هذا الأمر متعلق بالوالد يكون عنده دائما نظرة كما يقولون استراتيجية بعيدة المدى نعم التربية ثمارها لا تظهر بين عشية الوضع يعني لا نحلق المراحل تماما لأن الأمر يحتاج منا دائما إلى الصبر يعني المتغيرات كثيرة والمتغيرات سواء في ذات الطفل أو في محيطه أو في يعني العالم ككل فإذا أنت عندما تزرح في قلب الطفل شيئا يجب عليه أن تعطي له وقتا ربما أنت تعلمه شيء ويقع في القطة ويعني يكرر الأمر هذا فيجب أن يكون عندك تصور أنك تصبر يعني تصبر على الحصول على الثمار المرجات أو المنتظرة من سلوك الطفل ولا يكون عندك عجلة في الحصول على النتائج خيرا دكتور إبراهيم بوزيداني نشكركم جزيل الشكر على هذه الحلقة القيمة في نهاية الحلقة نذكر أنفسنا ونذكر مشاهدين الأعزاء بأن التربية هي عبارة عن مرحلة طويلة تبدأ من قبل ولادة الطفل ولا تنتهي أبدا طالما نحن موجودون على وجه هذه الدنيا لذا لا نستعجل النتائج ولا نحرق المراحل ونصبر قدر الاستطاعة ونتذكر بأن هؤلاء هم فيذة أكبادنا ومن نعطيهم اليوم سنراه بإذن الله سبحانه وتعالى غدا ثمارا يانعا نسعد به بإذن الله في الدنيا والآخرة نشكر جزيل الشكر دكتور إبراهيم بوزيداني نشكر متابعتكم مشاهدنا الأعزاء نلقاكم بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة قادمة من غراس تربوية اشتركوا في القناة